من جهته قال وزير العمل القطري رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية علي بن سماغ الميري إن ما يحدث في غزة حرب وإبادة جماعية داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب ومساءلة مرتكبين جرائم المستمرة هناك ومن هنا فإننا ندعو المجتمع الدولي وكافة القوى المحبة للسلام إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل ووقف هذه الحرب الجائرة فورا ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية أمام المحاكم الدولية